طيب بسم الله الرحمن الرحيم Welcome in MRCP Course Oriented Medicine Course Today ان شاء الله We talk about the Romantic Fevers طبعا the Romantic Fevers يا جماعة هي واحدة من الحاجات Hello Yield في MRCP عموما فاقوم معاكم هنا دكتور مازي المبشر طيب الروماتيك فابر يكون في المدينة في المدينة ولكن في المدينة في المدينة بسبب الحديثة الخلطة أنه يعني 2B is not frequently asked in MRCP exam ولكنه كامل هنا في سودان طيب الpeak incidence عند أماكن أنها بقستقيدة من التصف في المدينة فosphoryنجية بحصل لها يعني بحصل بحصل ثروت بحصل ثروت بعد ذلك يترغل روماتيك بعد 2-4 وقت بعد ذلك هذه هي طيب 2 هبير سنسيطات روماتيك فبر هبير سنسيطات وده بحصل 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 2% يعني ما اي ذول يكون عنده روماتيك فبر ممكن يخش في روماتيك فبر اللي يكون عندك اصلا جنتيك يعني فيعند ان تكون بلاحظت بكتريانة طيب 1 الى الكروس وعدها بحصل أنتبودي طبعا الجسم خلاص عليها أنه في بیکتريا بقول معنى تتبودي هذا حصل خلال كاربو سال للجسم من الكروس بين الجسم والحاجة دي بتاع ذا لحاجة اسمه Antigenic Mimicaries يعني الانتجين بتاع الكاربوهدرات والهو اسمه الامبروتين بتاع الستريبتوكوكاي بيشبه ليه انتجين found in the heart found in the skin found in the brain found in any area فبحصل cross reactivity يعني بدل الاممونسيس بتاعك عمل الانتيبودي طلع الحلق. بدأ لحجم الجسم. وهذا يؤثر منها في دمج الجسم. ومن ثم إلى الأرض مع الهر والجون من الجوين جوانج الاستقالي للبزيال والسبكتينيز السياس. فا الهرماتيق في يوم روماتيق في قبل فالأرض إلى هذه المشكلة رؤية المتقCallout في الحجم المتحدة ب Pelسيط بالذكرة بعد استريptococcal bioginous infection اللي هو دي group AB تهيمolytic استريptococci طيب دي الحاج اللي بتحصل اللي هو ده ده الpathogenesis and the key morphological change in acute rheumatic heart disease فبحصل hypersensitivity reaction اللي هو بحصلا induced by group AB تهيمolytic استريptococci اللي هو خاصة again is the M protein اللي هو ده found in the cell membrane فبحصل cross-reacted and this it may be due to the hybrid sensitivity reaction type type 2 فلو عملنا zoom here شوية بحصل source road by this pt hemolytic streptococci this will trigger the immune system the immune system بشيح يقوم بالبي lymphocyte بطلع antibody and this antibody go to the blood here الantibodies try to to attack the immune system the bacteria but it is not found the bacteria فبيقوم يمشي يلقى يحصل cross-reactions مع heart valve يعمل vegetation يعمل inflammation في كل بريكورديم يعني ممكن يكون في بريكورديم في بعمل بانكورديم طيب الطيب 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 طبعا نحن نستخدم في حاجة اسم reverse criteria اللي هي maybe ريقوس زي يعني الفيتشار لازم اول criteria لازم يكون في ريس بلس 2 major criteria او 1 major 1 2 minors طيب نحن نشوف يعني لازم يكون عندك افيدنس بتاعت اول حاجة قبل ما نبقي عندك 2 major الافيدنس بتاعت الانفكشن دي يما تقوم at the time of the infections تقوم تعمل throat culture و unfortunately يا جماعة they're usually negative by the time of the rheumatic fever symptoms لان احنا قلنا انه هو يعني بحصل بعد 2 to 6 weeks after the infection وبالتالي لو عملت throat cultures ما هتلقى هو بزيطيف اللي يعني البشت يجي as present as early as possible الحاجة التانية ممكن تعمل حاجة اسمها rapid streptococcal antigene test والحاجة التالتة elevation or rising streptococcal antigens اللي هو ده بنعرفه بال aso وده available في كل المعامل اللي هو قلنا 200 is negative more than 200 is positive او ال dns b titles فيبقى انت بتاقي تشوف to elevate or rising streptococcal infection اللي هو قلنا تحسب aso او ال dns okay طيب او ال patient الخش في scarlet fevers والscarlet fevers بالانجل نتكلم عنها في the infectious disease اللي هو اسمه الحمى الغرمجية actual patient بيبقى لك غرمج يعني يبقى لونه red in color يبقى دية جماعة او ال evidence بتاعت infections بجروب a positive throat rapid striptococcal anti-gen test positive elevation or rising striptococcal anti-body ther اي واحد من دين اللي جيت بوزيتيف معلاته خلاص كده عندك لقيت في افيدنس اوف انفكشن بعدتك تشوف انه عندك في ميجر كراتيريا ولا ما في ميجر كراتيريا والميجر كراتيريا دي عشان تحفظوها مختصرة في الكلمة دي مختصرة في كلمة جونز هي اسمها جونز كراتيريا صح فالجي دي جاي من كلمة جوين جاي من كلمة جوين ودي بيكون عبارة عن عين عنده انفلاميشن اوف دا جوين الحاجة التانية اللي هي كار الهار دا او جاي بك المتكار شايفين هنا دا حاصل انفلاميشن انصايد اس هار فبيحصل كاردايتز بسموه بان كاردايتز ممكن يكون مايو ممكن يكون بريو ممكن يكون اندو بعد ذا عندنا الان دي سيزا نديول شايفين طالع منها نديولس ودي سبكيتين اس نديولس شايفين الاي عندها لون احمر دا بريفرالي ودي بنسميها اريزيمة بنسميها اريزيمة ماركيناتم اوكي والاس الاخيرة دي شايفين زي ما اخدتين فيها هان كده بنسميها سيدن هام كوريتي كوريا اوكي ايبقى يا جماعة اللي هو اختصرناه في كلمة جون زاته اوكي خلونا نشوفه مع بعض فبيحصل كاردايتز اللي هو دا تاكيكارديا ميرمر كاريكم المهم واتفر بيحصل الاسترمس في كل الحكاية فممكن يحصل اكيود سيفير منو كاردايتز ممكن يخش في بريكاردايتز وليتر او ممكن طبعا ينتهي ببريكاردايتز ممكن ينتهي بكونجسد هارفيرير وينتهي بكارديوميقالي ان كوندكتيف دفاع فممكن تلك جس اميكال سيستوليك ميرمر بتاع ميتر الريجير هو الاولي ساينس طيب بعد دا بيحصل ارثرايتز الارثرايتز يوجوي بتكون بولي ارثرايتز و بتكون فليتيني فليتيني يعني شنو او ميقراتري يعني اللي هو ما بيعمل انفولف لها حت بيكون بنطب يوجوال افكتز الارجوين اللي هو اكتر من 75% بعد دا بيحصل سبكتينيس ندول و دي بتكون سمال موبايل بانلس ندول بتكون قاعدة في الاكستنسر سيرفيز لو كانت في جوين او في الاسمائز و دي بتكون فاون 2-20% فشايفين دي سبكتينيس ندول في الباق في الاسمائز باردالس بعددا هنالك يرسيبه مارجناتم والرسيبه مارجناتم يرسيبه مارجناتم رايز اكeni بالجنبات المحشر في النص is the clear. يوجد لتلقى في الترنك والساي والأرم. ودي present only in 2-10% of the patient. فشايفينا is very clearly. لون أحمر بالأطراف. اسمه رسيما مارجناتم. لون أحمر بالأطراف. اسمه رسيما مارجناتم. تمام? also هي شايفينا في الأطراف. طيب. آخر حاجة اللي هم سيدنهام كوريا. او اسمه استي فيتس دانس. فدي بتحصل في 10% ممكن تكون ينلاترال او بايلاترال. وهي طبعا السيمي بير بوسلس موفمين. لما نجي في اليوروب نتكلم عن الاب نورمال موفمين. واحدة منهم اللي هو السيدنهام كوريا. فالسيدنهام كوريا دي ممكن تكون روماتيك فيفر ريليتيد. فهي دي السيمي بير بوسلس موفمين. يعني هي موفمين ما عنده اي اكس بلانيشن باي اني سينس. ومي بيسيد باي اموشن الليابيليتي and uncharacteristic behaviors. طيب كده دير المايجر الكراتيريا. نجل المانور الكراتيريا. المانور الكراتيريا يقولن انت دير 1 مايجر و 2 مايجر لو ما توفل عندك 2 مايجر الكراتيريا. المانور الكراتيريا اللي هو الحاجة الثانية. الحاجة الثانية خاي ESR or high CRP. الحاجة الثالثة أرسالجية لكن لو كان الأرسالجية is not a major كراتيريا. طيب الفرق شنو ما بين الأرسالجية والأرسالجية. الأرسالجية means فيه inflammation في جوين وبيحصل في جوين swelling. أما الأرسالجية is just pain. يعني ألم في المفاصل لكن ما في أي التهاب. ما في ورم حوالينا. لكن قلنا على شرط أنه الأرسالج تشتكون ما هي واحدة من المانور الكراتيريا. لأنه هو أصلا لو عنده أرسالات يسحيكون عنده أرسالجية. طيب Prolonged PR Intervals. دي برضو. دي. على شرط أنه الأرسالجية تكون is not a major criteria. وآخر حاجة اللي هو Previous Rheumatic Fever. دي واحدة من المانور الكراتيريا. طيب histologically بنجي نشوف حاجة يسمى Ashes Bodies. والأرسالجية دي عبارة عن فوقائي of the chronic inflammation seen in the monocarditis of acute rheumatic fevers. دي باس جس في الكريسيان برد بسألوا منا. وعندنا حاجة اسمه Antiscove Cells. بدي علارة عن Reactive Historicides. وافي. سلندر. بتكون Capti-pillared like Neuculi. seen in the Ashes Bodies in acute rheumatic fevers. and this is the Ashes Bodies and this is the Ashes Bodies. okay. طيب شايفين this is the Ashes Bodies. بتكون عمر زي كارتر بيلر كروماتين بيتر في نيوكليل. شايفين لون أزرق كده. بيكون قائد فموس. of the nucleus. شايفين ما هي. this is the Ashes Bodies. المانجمين. أول حاجة اللي ما عليك. لازم تبي بدرست. بدرست كمبليتلي لحد ما CRP يرجع لنور مرين. ممكن ياخد two weeks. لكن يعني موضوضة ممكن تبريلون. والموضوضة موضوضة ممكن ياخد له لحد أبتو 3 months. بعد ذا نديو بنزايا البنسلينس. 0.6 إلى 1.2 gram IV. ممكن نبدل اول في نقص المساس البنسلينس. 250 أو 500. 6 أورلي. ديلي. بير أورال. for 10 days. لو عنده ألرجي للبنسلين. نديو إرس روميسين أو إرس روميسين. for 10 days. البيتشل هي بحتاج أنالجيزية. for carditis and arthritis and arthritis. لأنه فيهم بين طبعا. فالأسبرين هو البست أنالجيزية. لكن مندي very maximum dose of aspirin. والأسبرين يا جماعي احنا في البيدياترية دي بيخاف من التوكسيسيتي. فمنديه 100 ميلي جرام بير كيجي. بير دي بير أورال. in divided dose. اللي هو في يومين. وبعده بنقليب اللي هو سبعين. for six weeks. شايفين؟ لازم تومونيتر الزالسلين. ولو خلش البشيات في توكسيسيتي. ويقوم حين سيسلكت بتينيترز. يكون عنده hyperventilation. a metabolic acidosis. الحاجة الثانية. لازم توكسوكلود الفيرل infection. قبل تستطيع الاسبرين. عشان ما تدخل البيشينت في what we call the race syndromes. طيب. ممكن تستخدم الالترنتيف تاني للأسبرين. ممكن تدي النون استيرويت anti-inflammatory. if moderate to severe carditis. يعني البيشينت عندك هاردوميجالي. كونغيسيت هارد فاليير. 6 ديغري هارد بلوكس وكده. وممكن تؤاد أورال بريجنسلون. تسلسلات بوزنينس. لكن طبعا لو الاستيرويت هيا موضوع بيكون شوية فيه. واحد من الحياة الباد بروبنوليج. طبعا لو البيشينت خشى في هارد فاريير والتريتمين الديتو تريتمين امبروبيتلي. ما حصل له سيفير فالورال ديسيز او دميج. يعني اكيود متراري غير. يعني حتى is not controlled by the medications. السرجري هنا ما بي. ركوائر. اوكي. طيب. افتر ذات اموباليزيشن. ممكن تدي هلو بريدول او دايزيبام. لو كان الهاتف عنده كوريه صعيس. يعني اوال. for this abnormal movement. الهاتف الوغنوزي 60% of cardiitis develop chronic rheumatic heart disease. يعني after the resolve of the acute rheumatic fevers. الهاتف التأثير بنتهي به روماتي. وفي الغالب بدروب المياترار في فعلها. طبعاً this is the correlates with the severity of the of the carditis الأكيد أتاك last in average of the three months طيب ممكن نحصل recurrence yes والrecurrence ده عنده حاجات بتعمل له precipitating ممكن نحصل له precipitated by first streptococcal infection ممكن نحصل له precipitating by pregnancy ممكن نحصل له precipitating by oral contraceptive pill فدي كلها ممكن تكون هي السبب بتاعت the recurrence of this streptococcal infection cardiac sequela affected طبعاً أكثر valve to be involved هو الميتر valve 70% followed by aortic valve 40% tricules valve 10% pulmonary 2% usually incompetence lesion بسل دوري نعتاج اللي هو regalitation والاستينوزيز لاتر year life طيب السكندري بروفلاكسيز يا جماعة بلند الپیشن ده إزا بنسايل إزا بنسلين 250 ملغام per 12 أور لو عنده أي allergic sensitivities ممكن ندهو allergic sensitivities تو بنسلين يعني ممكن ندهو إرسروميسن 250 ملغام twice daily ممكن ندهو السلفة ديزين 1 grand daily طيب الدوريشن لو الپیشن عنده كاردائتز أو persistent valvular disease وفين ناس بيقولوا أنه تستند الموضوع to the life long يعني لو الپیشن عنده كاردائتز وعنده persistent valvular damage ممكن تواصل في البروفلاكسيز لحد ما يبقى عمره 40 سنة أو لحد ما for life يجي كل 28 يوم يأخذ له حبنا بتاعد في نفس إنسلين إفا الكاردائتز يعني فيه كاردائتز لكن ما في valvular disease ممكن نحن بيكونتين واسبا واتن years if there is no كاردائتز بنادهو 5 years بروفلاكسيز أو لحد ما عمره يبقى 21 insufficiency and that is all about the rheumatic fever ترجمة نانسي قنقر